السلام عليكم ورحمة الله أزول في اللون كما وعدكم البارح ننشر اليوم فيديو تاع الفساد تاع الابن البكر للصفاح والمجرم اللي يندس في صفوف الثورة الجزائرية باش بعد استقلال يتسلل ويوصل إلى مرتبة تعوزير دفاع ويبقى إلى يومنا هذا هو البوق تاع فرنسا لدى النظام الجزائري ولده محكم عليه بالحبس ست سنين هو وزوجته بتهمة تزوير الوثائق تبيض الأموال محاولة إخراج سيارة محجوزة وزيد ولده هذا شاري شقة في برسولونا 98 متر مربع والسلاف متر مربع في تيراجونا بالوثائق نتكلمه ونقوله الشيش إذا عنده غرام رجلة شمعت يرفع بيه دعوة أمام المحاكم الفرنسية الإسبانية وينحب أنا رح نرفع بيه على كل حال أنا رح نرفع بيه تسع قضايا ويشوف كيف يفتح تسع قضايا بالوثائق يعني نربيه ولأنه بابه ما ربيه أنا ربيه وهذا اللي اليوم رحو هارب في إسبانيا لأنه ظور صح الوثائق أنا يعني لاجي ما حربتنا ما عنديش درائم هارب بيهم ومهربهم ومكداهم منها أنا كما عياو يجيو بشي يوسخون ما سابوش ما قدروش يبقى يروع يدرون محكام متاع شراغ هاولا وينبغوا ويحكم على الارواحهم بالحبس ما يقضيوا به ولو أوغانتريا غير يطيحوا برواحهم يطيحوا بالقالية هنا يغضني القضاء الجزائري يطيحوا به لأنه يطيحوا به الجزائري واليوم القضاء الجزائري ما عندوش قرام واحدة مزاقية هاروح دير الف بطاقة توقيف دولية يطيحوا كامل وعناش لأنه ما عندو قمش قضاء هذا ما سبقالوش قرام واحد لما طول عليكم شوفوا بكر الجنرال الجزار كيفاش يشتح عريان هو وزوجته وصحابه وكذا وهذا بالأموال تاع الجزائري يسرقوهم خليكم مع هذا الصور والسلام عليكم والرحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر